اشتركوا في القناة وصلوا السابق وبدألا ينزل هالسنة كعادته كل سنة بالصيف قالوا ان راح ينزلونا ببداية 2009 يعني علقة والناس مو علقة والناس المهم اليوم انا يعبلكم مسلسل عشان نوعا ما تصبرون نفسكم وتشوفون شي بقوة Game of Thrones وانا شخصيا احس اقوى للامانة يعني قاعد اقول لكم انا ترى يعني على قولتهم هاردكور فان يعني تني معجب رقم واحد في Game of Thrones لكن انا شفت هالمسلسل على نتفلكس وانا اتوقع انه هو طاف Game of Thrones انا بالنسبة لي يعني كيفكم النصح يمكن هاجموني على هالكلام اللي اقوله بس شوفوا مسلسل اسمه تروي تروي طبعا كل يكن يعرف قصة حصان طروادة صح وكان فيه فيلم يعني بس هالمرة سوى مسلسل حاليا هو موسم الاول موجود على نتفلكس بس هم حلقة؟ حاليا يمكن عشر حلقات بس السيزن الاول بس كل حلقة ما تقدر تسوي تشذية عشان تيك على تليفون سريع الحلقة احداثها سريعة وكل شوية داشت لك بمتاهة ويعني قاعدك على عصابك هم مسلسل تروي ايها تروي اسمه Fall of a City لكن شو رح يصير بنهاية هالمسلسل هذا والسيزن الاول مادري لكن حطيت لكم الاعلان الخاص في هذا المسلسل منا رح تعرفون شو اللي قاعد اقصد ليس اقصد هل انت معي؟ انا اختصد ان اكون هنا سنبت اقترد صراحة? لازم تشوفونا لازم شكل شوك صراحة وهو اكشن على فكرة طلعت كل قصة وقضية حصان ضروادة والحرب اللي دارت في هذاك الوقت قضيتها الأولى كانت قصة حبي يعني صارت فيعني شلون دخلوا التفاصيل هذي مع الموضوع لازم تشوفونا لازم تشوفونا لازم تشوفونا لازم تشوفونا لازم تشوفونا أساطير أو لما ترجم مثلاً تاريخي يصير المسلسل أو الفيلم يصير غير طبعاً أنا أعيد وبشدة كل المسلسلات المبنية على قصص تاريخية صحيحة دائماً تحس أنه يعطي قوة لأنه نوعاً ما أنت مر عليك المعلومة بس لما تشوفها يجزدونك يا غير في مسلسل تحس أنه أنت تعيش الأحداث بضبط حقبة لما كانت موجودة بضبط حين بروح حق فنان ما أدري هو مينون هو صاحي ما أدري صراحة اسمه جيم دينيفن جيم عنده طريقة مختلفة يمكن حتى أعمالاً عرضت أو شفتوها مرت عليكم من قبل وهو يستخدم الأرض الكرة الأرضية في صناعة فن يعني تلقى يخطط شيء معين لازم تسعد فوق بالأقمار الصناعية حتى تشوف وهو شنو يسوي لا هذا رسمي أنا ما أدري بس هو صراحة قاعد يبدع لو تشوف استخدامه والآلات قاعد يستخدمها لأن ترى ورقة ومثلاً بيدا شيء يخطط فيه بس لما تشوفها من فوق من يعني من حجم الكرة الأرضية رح تشوف أنه هو مسوي بس مكنس بس شلون يسوي شيء يعني أكيد شيء كبير حودي كبير حجم وايد عودي وهو يستخدم مساحات مثلا تكون ساحلية نوعا ما يستخدمها في تخطيطك ترون شون يبقى عشان اختصارات الغروب خلنشوف خلنشوف هالفيديو موسيقى جيم دنبان's work is monumental in scale but as fleeting as any live performance for the past 10 years jim has been transforming the beaches of northern california turning them into vast canvases for his ephemeral works of art the motion of taking this this is a story i'm going to show you something to show you from above no it's a weird feeling it's a weird feeling you see it's a weird feeling it's a weird feeling it's a weird feeling but i'm a big fan of art so i feel that every person has something that's wrong it's a weird way this is the goal of art that you see something that's wrong i'll tell you if you're a good girl it's a weird feeling 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 ريحام you don't want to go to the sea you're a weird feeling no no i love the sea i love the sea i love the sea it's a weird feeling it's a weird feeling it's a weird feeling we're going to go to the sea and you're a weird feeling you don't want to go to the sea you don't want to go to the sea you're going to look at the sea but you'll see everything below you'll see the sea you'll see everything you're going to go to the sea you'll see the sea you'll see the sea you'll see the sea and you'll see the sea and you'll see the sea more natural than when you're a good girl it's a good girl than the regulator that we put absolutely let's see if you can share this or not or not that's what I know I don't know why you remember me with green dyezer I'm very happy it's nice a little bit you'll see us أنا أتوقع أن كلمات تكنولوجيا تتطور أكثر كلمات لا يحاولون أن يساعد للإنسان أن يعيش حيات سهلة من هذه الشركات التي تفضل مجهود كبير هي شركة ديزني كل سنة يشتهدون أنهم يساوون فيلم مؤثر في الناس والحين الهبة الأخيرة لهم صاروا يختارون أطباع وشعوب معينة موجودة في العالم ويساوون يمنون منها قصة فالحين راحن شوية يصوب آسيا كي حسون داكس قربوا يعني وعلى فكرة أقول لكم معلومة شركة ديزني وبيكسار بالذات عندهم أفلام قصيرة لو تلاحظون لما تنشر أي فيلم لديزني مثلا يديش فيلم فايندينج دوري آخر واحد كان فيه فيلم قصير بداية الفيلم اللي هو الطير الصغير اللي على البحار فدائما أنه يصار عندهم هبة يديدا أنهم يصوون أفلام قصيرة تنعرض قبل الأفلام الطويلة اللي راح تنزل عندهم في كل سنة هذه الأفلام أغلبهم يحصل على جائزة أوسكار تخير من كثر ما هو جدا كم دقائق يكون هذا؟ تقريبا يكون سبع دقائق سبع دقائق بس شي ما تعوب عليه شي ما تعوب عليه صد فيه فكرة فيه قصة فيه فهل مرة أهم هم سوين فيلم قصير أنا يبتلك لكم لقطة منه راح ينزل إن شاء الله أربعة عش ستة فيلم إنكريديبل ستو هذا الفيلم راح يكون بالكامل قبله حلو يبتلك لكم لقطة شي صغيرة لنشوف وهم وراحين ومرة واحدة أعطيكم سنيك بيك ومرة واحدة أقول لكم تصبحون على خير ونشوفكم إن شاء الله بحلقة تصبح على شير يا يا من دبل تاب أخليكم معه إذن نشكر حمود عادل على دبل تاب هذا الفقرة اللي يبلغ كل شي يديد صراحة وفي ناس وايد تحب تعرف كل شي يديد ينزل كل شي خاصة خنقول الفيديو جيمز أو الأفلام وحمود ما يقعد يقصر معنا صراحة يعطي العافية ولا ما يقصر دائما متشوقين على فقرة دبل تاب إذن وصليم كل الختام اليوم كانوا ضيوفنا ما شاء الله زاخرين في الستوديو كل في مجالة صراحة استمتعنا بوجودهم معنا واستمتعنا بمشاهدتكم لنا كل شكر للطاقم كل شكر لك الخياط تلك العافية وكلا نقول لكم تصبحون على خير تصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر